هو إيه اللي بيحسسنا بالأمان؟ هو فعلاً الأمان ده بالنسبة لي حاجة وبالنسبة لكم حاجة وبالنسبة لحد تاني حاجة يعني حاجة كده إيه متغيرة أو نسبية؟ يعني أنا شايفة الأمان في زاوية معين وإنت كمان شايفة الأمان في حتة معين الأمان بالنسبة للستات خلينا نتكلم الأول للستات الأمان للستات كتير قوي فيه ست الأمان بالنسبة لها راجل تحبه يحتويها يحسسها بالطمأنينة يطبطب عليها وهي موجوعة يحتويها كلها بحياتها بمشاكلها بحلوتها بمرها أنا بالنسبة لي راجل زوج حبيب بيطمني بحس معه بالأمان ده الأمان فيه ست تانية بالنسبة لها الأهل هم الأمان أهلها وأنه هم بيدعموها وسابورت ليها طول وقت وطول وقت الأهل عموما حتى لو ما بيدعموش على فكرة المشاكل كتير قوي دلوقتي في الدعم لكن حتى لو ما بيدعموش لماديا ولا نفسيا بس أنا أنا بحس كده أن أهلي حوالي ده الأمان عادي مستكفية فيه ست تانية تقولك لا الكارير بتاعي هو الأمان ودخل مادي يعني بقى ليه كده فلوسي بتاعتي ده خلالي كل شهر وحس بقيمتي وليه كارير وليه حياة